وإلى آخر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حيث عادت إلى الواجهة من جديد أمس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قضية رفض تسجيل وزارة الثقافة الأردنية لمبادرة تعليلة التي تقوم على خلق فضاء ثقافي حر يتحدث فيه مجموعة من الأشخاص وتحديدا الشباب من مختلف محافظات المملكة بالعديد من الأمور الثقافية والفنية والسياسية ضمن تخصصاتهم وتجاربهم وخبراتهم في الحياة وكان الشاب بلال لحيار أحد مؤسسي تعليلة قد كتب عن تجرباته الشخصية ومعاناته في وزارة الثقافة التي رفضت تسجيل المبادرة لتصبح جمعية معتمدة في الوزارة كباقي الجمعيات التي تقدم العديد من الخدمات والأنشطة للمجتمع المحلي ربيع زريقات مؤسس مبادرة ذكرى كتب في حسابه الخاص على الفيسبوك حتى الآن يصر المسؤولون عن المشهد الثقافي في الأردن والذين يدفع المواطنون رواتبهم من خلال الضرائب على التعامل بتعالي مع الشباب المؤمن بقدرته على تطوير المجتمع ويبادر من أجل خلق بيئة ثقافية أكثر صحة أيضا وزارة الثقافة المحامية نور الإمام كتبت تعليق على صفحة الناشط مثنى غرائب قائلة وزارة الثقافة ليست مختصة بتسجيل الجمعيات عليه أن يتقدم بطلب لتسجيل الجمعيات في وزارة التنمية والقرار للمسجل والطلب موجود إلكتروني على موقع الوزارة بدورها انتقدت لينا شنك رفض وزارة الثقافة تسجيل جمعية باسم تعليلة حيث تحدثت عن متعة المشاركة في هذه الفعاليات لقولها في تعليق على الفيسبوك أيضا تعرف حضرة الموظف متعة أن تذهب إلى حدث مثل تعليلة تسمع واحد عادي جدا مثلك مثله عنده فكرة حابب يطرحها قدام الناس موهبة سؤال خاطرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر